هل لابد من الانتماء لأحد المذاهب الأربعة فيتفقه فيها فيقول أنا مذهبي كذا حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي؟ لا بأس بذلك الانتماء إلى المذاهب الأربعة ليس مسبة ما فيه مانع المانع التعصو فقط أما أنك تأخذ منها ما تبين بالدليل أو أنك أنت جاهل ما تحسن شيء مالكي لا تنتمي إلى أحد المذاهب الأربعة وإن تروح لازم تنتمي إلى أحد المذاهب الأربعة إذا كنت عامي ولا تحسن أو أنك في بداية التعلم لابد من الانتماء للمذاهب الأربعة ولكن التعصب هو اللي ما يجوز التعصب هو اللي لا يجوز نعم أحسن الله إليك كثير من العلماء الكبار يقال حنب الشيخ الإسلام من تنتمي الحنبلي يقال الحنبلي ابن القيم حنبلي بن رجب ابن عبد البر مالكي ابن حجر شافعي ما فيه مانع الانتماء المذاهب الأربعة لكن بدون تعصب بدون تعصب نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر